السلام عليكم يا أحلم تبعين بنبدأ الكلام بالصلاة على النبي عليها أفضل الصلاة وتم التسليم طبعاً ما تنسوش الدعم باللايك وشير للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان نوصلكوا إشعار بكل جديد بنعمله بطلة فيلمنا النهاردة كانت في مهمة بين الماضي والحاضر علشان تنقذ أبوها الملك الثنين من فخص يضين الشياطين يا طار هتنجح في مهمتها ولا لا؟ ده اللي هنعرفه مع بعض خليكم معنا للنهاية تبدأ الأحداث مع سان شينج بنت مقاتلة وعندها قوى سحرية من عشيرة التنين بتروح لأنقاذ أصرف الصحراء وتجرح إيديها بخنجر عظام التنين وهو ما بتلمس الأرض دمها بيقصر الختم السحري اللي على الجبل وبيزرعين عملاقة ساعتها سان شينج بتعرف أن دايب أبوها الملك التنين هي كانت عاوزة تحرره من الختم السحري اللي مأيده الملك التنين بيقول لها أن بقوى السحرية عارف أسرار الزمان والمكان وبقى يقدر يصافر عبر الزمن وبيبعتها في مهمة في الماضي بيرجعها خمسمائة سنة وبيقول لها الدور على صياد الشياطين اللي سجنه وأنها تعرفه من خلال علامة مميزة على إيده يتولب بيها وهو المثلية تقتله علشان الزمن ده من خمسمائة سنة مش هيكون لسه اتختم وتحبس في الجبل وكده يمنع سجنه ويغير المستقبل والأحداث في اللحظة اللي بيستخدم سحره على سان شينج بيعمل دوامة في السماء وبيبعتها للماضي من خلالها في الوقت ده بنتعرف على شي يوان صياد الشياطين كان في قرية مهجورة بيعمل تعويزة سحرية وبيقدر أن يحرر أهل القرية ويرجعهم لحالتهم الطبيعية بعدما كانوا تحولوا لأغراض وجماد فعلا بعدما بيعملوا التعويزة فجاء أهل القرية بيرجعوا طبيعتهم وكان من ضمنهم الأمير أمير عشيرة التنين يوان بيعرف من الأمير تيان شينج أن الملك التنين اللي عمل فيهم كده فبيستغرب يوان أن الملك يعمل كده في ابنه بس تيان شينج بيقوله أنه مش أبوه لونج جوانج هاي قتل أبوه الملك من 100 سنة واستولى على العرش وعاوز يخلص من تيان شينج علشان ما يحاولش أنه يقتله ويسترد العرش تاني وعشان يضمن ده جراده من قوة السحرية ودمر جوهر قوة السحرية بيضطر تيان شينج النوم استخبأ هنا مع كل أتباعه والمخلصين له بيطلبه من يوان أنه يساعدهم على قتل لونج جوانج هاي بس يوان بيرفض وبيمشي هو وصديقه اللي ما كانش شخص عادي صديق يوان كان بيتمتع بقوة سحرية كبيرة جدا وبتحاول لأداء سحرية في إيد يوان بعدما الاتنين بيمشي من القرية بنت صغيرة اسمها لو تعرض لهجوم من شطان الأفع على أملاقة والأفع بتهاجم القرية كلها وتقتل في الناس بس تيان شينج بيحاول أن يوقفه وأصلا ما عندوش أي قوة خرقة فبيهرب منه بايد في لوعة للأفع بتهاجمه كان يوان رجع تاني في السماء وبتوع عسان شينج والتعويزة بتتكسر والأفع بتحرر بس بيقدر يوتلوها في الوقت المناسب إلى غريب أن في اللحظة للتعويزة بتاعة يوان بتتكسر بيتصاب بخرز السحرية من القرية اللي بيستخدمها في السحر وبتقايد الوحوش وجوهر قوة الروحية والسحرية بين تيان شينج يوان ما بقاش قادر أن يعمل أي تعويز سحرية خلاص وبقى إنسان عادي جدا فالتاب يركزه مع عسان شينج اللي مش عارفين ظهرت منين وكان مغمع لها ولما متفوبت لأيهم ما يدينها وصديق يوان بيتخانئ مع تيان شينج ويضربه علشان يرجع ليوان جوهر قوة السحرية ساعتها بيتفجوا أن يوان وتيان شينج بقوا مرتبطين ببعض وهي ألم واحد منهم بيحس بيه التاني بيحس بيه هو كمان حتى لو في مكان تاني لما بيلاو سان شينج فايد بيسألوها هي مين وجاتنا ازاي ساعتها سان شينج لما بتعرف اسم تيان شينج بتعرف أنه يبقى أبوها الملك التنين اللي بعتها أصلا للماضي بتشوف العلامة على إيج يوان وبتعرف أنه صياد الشيطين اللي بتدور عليه بتقنعهم أنها من عائلة تيان شينج وتبقى ريبته والإثبات على كده أنها بتقول له على علامة مميزة في جنبه ومحد الشعر بوجودها غير أبو وأمه ساعتها تيان شينج بيصدقها وبتطم لها في الوقت اللي كان لونج وجوانج هاي بيكلف اتنين من أتباعهم بأنهم يطردوا تيان شينج ويتلوه في أسرع وقت ولما بدرجع اليوان ما كانش يلاقي طريقة أنه يستعيد بيها قوى الروحية لأن تيان شينج كانت مسارات الطاقة في جسمه متعطلة ومعندوش أي سحر يجبر بيه جوهر يواني اللي اندمك في جسمه أنه يخرج تاني ساعة الشيخ القرية بيقول له من فيه طريقة واحدة علشان يواني يستعيد جوهر روحهم وتياني استعيد سحره وأنه يحصل على حرشفة التنين السحرية واللي فيها قوى سحرية كبيرة جدة لدرجة أن الشياطين والبشر كلهم عايزين يحصلوا عليها بيدلهم على مكانها بيحذرهم من المعلم اللي لسه بيعروسها بنفسه لغاية النهاردة عشان يضمن النعمة وعاش في ايد الشر بيحذرهم من الأفخاخ اللي في الطريق وأن اللي ما بيقدرش يخرج من وهم المعلم بيفضل هناك للأبد وبتحاول لشبح يوان وصديقه والأمير وسان شينج بتحركوا الأربعة ومعهم خريطة للأطلال اللي فيها الحرشفة السحرية بس بالليل بيتهم عصيفة وبيستخبوا بيت مهجور على أطراف الغابة وقت أصد يوان بين النسق والسحرية للعادي بتاع يوان وبيحاولوا العصر السحرية علشان يدافع بيها عن نفسه بما إنه بقى ضعيف بيحذروا إن ما يعشف حب سان شينج لإن لو مشاعره تحركت مش هيدر يسترد جوها الروحه تاني ده في الوقت اللي كانت يان شينج بيحكي لسان شينج على اللي حصل في حياته وإزاي لونج جوانج سيطر على المملكة سان شينج بتستنى لما الكل بينامه وبتستغل الفرصة علشان تقتل يوان بس فجأة بتلاقيه بيتخنق وبتكتشف إن واحدة من أتباع لونج جوانج بتقاتل تيان وبتخنقه ساعتها بتقوم معركة بينهم علشان يحرروا تيان وما يخلهاش تأذيه بس قتالها كان صعب عليهم لإنها شيطان بتتحرك بسرعة جدا كل ما يجوا يهجموها تتحول لدخان وفي الفيديو هنا وانزل دوس على اللايك لإنه بيضعم الفيديو في الانتشار وارجع كمل معي الأحداث لإن اللي جاي كله مشوق لما أخيراً يوان بينور شامعة بيشوفها بوضوح بيقدر أن يضربها ضربة توقعها على الأرض وتشتتها الفترة على ما يرى بها واصحابه كلما بترجع للونج جوانج بعد ما فشلت في مهمتها بيتلها فورة بتكلف زميلها بنفس المهمة وبيهددوا إن لو فشلوا وكمان هتكون نهاية الموت زيها الأربعة بيوصلوا لأصر المهجور في الجبل من أول ما بيدخلوا المكان هم ما بيتحبسوا فوهم بيظهر لهم شخص شرير بيخوفهم وبيتحكم في كل واحد منهم على حدة ويقيدهم وعلى ما بتحرروا من القيود بيكتشفوا أن تيان شينج واي في مكانه ومش بيتحرك ومش في وعيه ومش تحبس فوهم تاني كان ساعتها الشخص الشرير ده بيتفق معاه إنه يديله كل قوته لو سابه يسيطر على جسمه ويندمج معاه ساعتها تيان شينج بيفوق وجسمه متحوط بأهلة من الدخان الأسوط بسبب الشبح اللي اندمج معاه وعشان يوان يحرره من الشبح ده بيدخل وعي تيان شينج ويعمل تعويزة سحرية بتسيطر على الشبح وتبعده عن تيان ويجبره أنه يخرج من جسمه فعلا تيان بيفوقه بيرجع لوعيه بس يوان هو اللي بتحبس في الواهم بيشوف شعطين كتيرة بتهجمه وعاوزين يسيطروا عليه بس هو بيقعد بكل سابات يرد الترنيم السحرية وسان شينج بتنادي عليه وسوطه هو اللي بيرجعه الوعي تاني من شدة حبه لها وتعلى ما بيفوق بيخرجوا من الواهم وبعلم الحارس بيقول لهم على أن الحرشفة السحرية اللي عاوزينها هي نفسها الشيطان اللي كان عاوز يسيطر عليهم ساعتا بيرجعوا مزاجهم يدخلوا الواهم من تاني علشان يحصلوا على الحرشفة السحرية والمرضي الأربعة بيتعاونوا بيهجموا الشبح في نفس الوقت والكرمة السحرية اللي بتخرج من ايدين صديق يوان بيقدروا أنهم يخنوا الشبح ويقيدوا لغاية ما بيتضمر والحرشفة السحرية بتظهر على حائتها والتيان بياخدها وتندمك في جسمه وبيستعيد سحره تاني ساعتها باب يخرج جوهر الروح يوان وبسلمه له بس المفاجأة أن جوهر الروح مش بيندمك في جسم يوان بسبب أن قلبه تغيره وبيحب سان شينج فصديق بيحتفظ بيها معاه لغاية مايوان يسترد ساباته تاني وعتاها كانت سان شينج مجهزة سلاحها وبتستعد علشان تستغل الفرصة وتقتله بس بتترجع لما بتلاقي أنه مش عارف يد منك وهنروح في جسمه تاني بسبب حبه لها بيطلهم أنها تمشي وتيان شينج بيرفضوا بيقولها أننا هنخيم الليلة مع بعض علشان محدش يتعرض للخطر والصبح كل واحد يرجع لحياته الأربعة بيصهروا وبتعشوا وبتكلمهم وسان شينج لما بيسألوها هي منين بتحكي لهم الحكاية قلوهم أن كان فيه بنت أبوها يبقى الملك التنين اللي بيعرف أسرار الصفر عبر الزمن ببعتها الماضي خمسمائة سنة علشان تقابل صياد الشياطين قبل ما يختم قواة السحرية ويعيده بس المشكلة أن البنت دي وقت في حب الصياد وما قدرتش يتنفذ المهمة بتسألهم سان شينج تامل إيه في الورطة دي تسمع كلام أبوها وتنفذ المهمة وتقتل الصياد ولا تسمع كلام قلبها اللي حابه بجد خصوصا أن الصياد والملك التنين الوقتي أصدقاه ومش أعداء زي ما كانت فكرة تيان شينج كان شايف أنها تنفذ المهمة بس سيوان بيفهم أنه هو الصياد اللي بتقول عليه لما بتذكر حتة العلامة المميزة اللي في إيده ساعتها كانت صدمة له ومش بيعرف يستوعب وبيروح يعود لوحده تيان شينج بيعرف أنه بأبوها اللي بعتها من المستقبل في الوقت دا بيظهر الشيطان اللي بعته لونج جوانج وبيغطف تيان شينج وأصحابه بيتتبعوه وبيعرفوا مكانه من الأسار اللي سابهه لهم على الطريق وقتها كان تيان شينج كسر القيود وبيهاجم لونج جونج علشان ينتئم منه بعد ما قاتل شيخ القرية بس مش بيعرف يتغلب عليه أبدا وقتها كان يوان وسان شينج وصلوا وبيتقتلوا مع لونج جونج وهم كمان وبعند الأربعة كانوا بيقتلوه هو الوحد ولأنهم مش بيعرفوا يتغلبوا عليه أبدا ساعتها تيان شينج بيرجع لوهم الشبح الشرير تاني وبيشوفه وبيقوله إنه لو عاوز القوة اللي تخليه يقتل لونج جونج ويساعد أصحابه يندمج معاه وفعلا تيان شينج بيوافق والشبح بيوسكون جسمه وبيرجع يقتل لونج في لحظة بس الغريب إنه بيهاجم أصحابه وكان يقتله والشبح هو اللي كان متحكم وعوزية اليوان لما عارف إنه هو اللي يختمه لما بيرمي بتعويزة سحرية تقتله ساعتشينج بتحمي يوان والتعويزة بتيجي فيها هي وبتتصابه بتموت وقتع يوان من حزنه كان يتغلب على مشاعره وجوها روحه وبيرجع له تاني وبيقدر يعمل تعويزة قوية جدا بيختم بيها تيان شينج وده كان بمساعدة صديقه اللي بيبذل كل قوار روحية في التعويزة وبيبقى جوز منها وبعتلاشها وفي الآخر وبعد سنين كان يوان رحل الجبل اللي فيه شبح الملك التنين مش علشان يحرره ولا يقتله لا ده بيطلب مني يقوله على أصرار الصفر عبر الزمن علشان يرجع في الزمن وينقذ سان شينج ويكمل معاها حياته وأباه هنا وانزل دوس على اللايك ويرجع كمل معايا الأحداث في زمن تالي بعدما سان شينج اختفت وتلاشت من الماضي ارتجسدت من جديده وبرده كانت صياد الشياطين في مدينة عند النهر كان فيه في الآبر الأسطوري بلورة سحرية طايفة في الهوى وحواليها تاج التنين ومروح ده البلورة بتتواهج ودي علامة على ظهور التنين الأسطوري في الوقت ده كان خرج منقع النهر التنين أبيض أملاق بيطير في السماء وبنتين لمكان تاني وبيوع على الأرض وقدام لي لي طالب بسيط كان مسافر لبيكين علشان يتعلم اتصلوا لحادثة دي ويتغير حياته فاجأ بيلاي ويعمل السماء التنين أبيض أملاق وشكله يخوف فبيهرب بسرعة وهو مرعوب بس روح التنين بتطرده وبتدخل جسمه وتسكنه لي بيفوه بعدها يلاقي نفسه في البيت وصديقه أفو اللي كان بيعتني بي بيسأله هو اللي وقعه من فوق الجرف بس ليه ما كانش يفاكر أي حاجة ومش بفاكر في الامتحان اللي عنده بتحرك بسرعة وبيوصل العاصمة وهو بتفاعل بأنه ينجح في الاختبار وينضمن المدرسة زي ما كان بيحلم بس هو ماشي في الشارع بتخبط فيه بنت صغيرة كانت بتجرب سرعة وبتهرب من صيادة الشيطين سانشينج وليه ما كانش فاهم اللي بيحصل وليه بتطرده ليه فبيتدخل علشان يحمل بنته الصغيرة منها ساعة البنت الصغيرة بتتحول لشيطان مخيف بيهاجم الكل وبيهرب من سانشينج اللي بتضرب ليه وبتطارد الشيطان قبل ما يهرب منها وتخسر مكافئتها سانشينج بتطارد الشيطان في شوارع المدينة وبتحاول انها تقيده بالمروحة السحرية والوشاح السحر اللي معاها بس هو كان سريع جدا الاخر بيوبض على ولد صغير ويهددها انه هيقتله ويرميه من فوق المبنى بساعة تاليه بييظهر تاني وبينقذ الولد الصغير ولما بيحاول يهرب من سانشينج بيظهر صياد شياطين اسمه يين بيحمس الشيطان ده في إزازة سحرية وكان عاوز يسلمه لسانشينج السياب ترفض وبتقوله انه هو اللي أبعد عليه ليبقى والمشاف يين بيحس بحاجة غريبة وبيخاف جدا وبيكمل رحلته وبالليل كان ماشي في الغابة لما بتبدأ صواعق ببارئ ورعد تظهر في السماء بشكل غريب وسانشينج هي كمان كانت في نفس الغابة ومعاها بصلت تحديد مكان الشياطين اللي بيدي لها على اتجاه اللي فيه ليه بعد شوال اتنين بيتقابلوا تاني وبدخلوا فندق غريب وسط الغابة وقال سانشينج بتحذروا انه ما يدخلش بس اللي مش بيسمع كلامها اللي غريب في الفندق انه كل اللي كانوا فيه شياطين وليه كان دخل قوضة يرتح وبيعوت في المية في الوقت اللي كانت سانشينج عملت فخ وتعويزة سحرية علشان تسيطر بيها على الشياطين اللي في الفندق ولانهم عرفوا انها صيادة وحوش بيقرروا انهم يخلصوا منها بس بيلاقوها عملالهم افخاخ في الوقت اللي ليه بيتسحف في المية وفجأة بيلاقي نفسه في بعد تاني وكأنه ماشي على المية وبيظهر تحت المية التنين الابيض فجأة ليه بيوعف المية العميقة وبيخرج بنعكاس وهو واحد تاني في نفس اللحظة اللي بسطة شانشينج بتشتغل تعرف ان فيه شيطان قوي في الفندق وتفرح جدا لانها لو ابضت عليها تاخد مكفأة كبيرة وفي الوقت اللي بتستعد الهجوم الشياطين عليها تسمع قتال برا الغرفة وكان دالي بيهاجم الشياطين مرة واحدة وبيضربهم واحد ورد تاني وكأنه تحول بعد مكان ليه البسيط اللي مالوش في العنف وللقتال بقى بيعرف يقاتل وبقوة كمان وفي دعايا كان يتغلب على الثلاث وحوش وهربوا قبل مئتلهم وقف الفيديو هنا وانزل دوس على اللايك لانه بيدعم الفيديو في الانتشار وارجع كمل معايا لأحداث كل داو سانتشينج في غرفتها بيستنيها الوحوش ودخوله الفخ بس بتتفاجئ بليه هو اللي موجود في الفندق الاول ما كانت تشكى فيه بس لما بتلاقي البصلة بتلف بجنوم بتعرف انه الوحش اللي بتدور عليه وانه قوته الكبيرة هي اللي بخليه البصلة تتحرك بسرعة دي ساعتها بتتقاتل معاه لغاية ما بتوقعه في الفخ واللي بيتفاجئ بشعلات نار بتحجمه فساعتها بيتحكم في المايا وبيطفي بيها النار وبيضمر الافخخ السعرية وقتها ليه بتعرف هو الديق قوي بس مش بتستسلم وبتحجمه برضو والمرض هو اللي بيستخدم سلاحها ضدها وفي اللحظة دي كان هيئتلة فيها وفي اللحظة اللي كان هيئتلة فيها بيوع على الارض مغمى عليه سانتشينج ما كانتش فاهمه وبيعصل دليه فبتأيده بتخبيه تحت السرين لما بتحس النيون جاي علشان ما يقبطش عليه وياخد المكافأة وقتها يقول لما بيسألها عن الوحوش بتقول له انهم هربوا في الغابة وبيروح يطردهم ليه كان فاهم وقتها لما بتوجهوا باللي عمل وما كانش فاكر اي حاجة بس لما بيفكر شوية بيفتكر لامحات من اللي حصل وبيعرف انه هو اللي تكسر المكان فعلا ولان اخر حاجة فاكرها انه نزل المية ساعتها سانتشينج بتفهم ان فيه روح تانية في جسمه وبتظهر من خلال المية فبتحط راسه في المية ساعتها روح التنين هي اللي بتسيطر على جسم ليه وبيقول لها انه التنين ينج ليه ما كانتش مسدقها في الاول لغات ما بيقولها على البلورة السحرية وانه عاوز استردها علشان يسترجع جسمه الماد ويخرج من جسم ليه في الوقت اللي كان يون اللي حق الوحوش في الغابة وقتلهم علشان رفض يقولوله على مكان التنين بيكتشف انه بتمتع بقوة مظلمة ومش صياد وحوش عادي ليه لما بيرجع هو للوعي سانشينج بتتفق معا انه يسافر معاها علشان يترد البلورة السحرية بس هو كان رفض علشان عنده امتحان بكرة ولازم ينجح فيه سانشينج بتقنعه انه يروح معاها أحسن علشان روح التنين تخرج من جسمه وطول الليل مش بيعرف ينام وبيقرر انه يهرب من سانشينج بس في سط الظلام بيسمع صوت مخيف وبيحس ان في حد بيطرده بيحاول انه يهرب تاني يوم الصبح كان عند النهر بيشرب ولما بشوف انه يكاسه في المياه بيلاقي يروح يانج يانج بيطلب منه يساعده ويروح يستعيد البلورة الأول علشان يرجع لجسمه في أسرع وقت بس اللي ما كانش عنده استعداد انه يخسر الاختبار وفرصة تعليمه في العاصمة وبيمشي فطريه بعيد عن المياه ساعتها بيلاقي عصابته وطع طرق بيضربه وبيخده كله اللي معاه وبيش بيعرف انه يهرب منه وكانش قدامه غير انه ينزل المياه علشان يانج هو اللي يتصرف في الموقف ده بعد ما خرج من المياه كان واحد تاني بيصدم الأصابة وبيجم عليهم كلهم بسرعة وبيضربهم بقوة كبيرة جدا حتى انه بيضرب الزعين بتاعهم لكمة واحدة بيضيروا في السماء في الوقت اللي كان يون حس بظهور التنين وبتحرك بسرعة علشان يلحاوه يستقضر الأصابة بعد ما اتطحنه ضربه بيهربه فجأة يانج بيلاقي يون قدامه بيهجمه ساعتها بيتعرف عليه انه هو اللي هجمه في وقت العصفة في السماء وأصابه وقاوه على الأرض كم مرة ساعة من الوقت ما ليه تحول ليانج ودي أقصى مدة بيظهر فيها وبيعه مرة واحدة على الأرض وبيرجع ليه للوعي ساعتها يون كان هيعيده ويمشي السانشينج بتظهر وبتهرب بليه علشان ما يتلوش بعد ما سانشينج بتعالج ليه بيروح على المكان اللي في البلورة السحرية علشان يانج ياخدها ويرجع لجسمه المادي ويستغل لواحد من زميلها في المدرسة وبيستروا من المفتاح وبيمشوا علشان يروحوا جناح الوحوش يوم كان فيهم خطة يانج وسانشينج وبتحرك علشان الحاوم قبل ما يانج يرجع تنين كامل بعد يومين كانوا وصلوا المدرسة ويوم بيرعبهم طول الوقت من بعيد بيستنى اللحظة المناسبة علشان ينفس خطته سانشينج وليه بيدخلوا قاعة الكنوز والأسلحة السحرية وهناك بيلاوا البلورة في فتحة في الأرض في القاعة التانية ليه بيربط سانشينج وبيعلاها لغاية ما بتوصل للبلورة تاخدها وطهرة بي وليه بسرعة وقتها يوم بيرمي المراية السحرية في طريقهم تكشف الشيطان اللي في جسمي ليه على حياته وكل صيادين الوحوش وبيهجموه سانشينج بتاعتلهم كلهم علشان تحميه بس بيتغلبوا عليها وساعة عليه بيرمي مية على وشه لغاية ما يانج هو اللي بيظهر وبيضرب كل صيادين الوحوش لغاية ما بيهزموه ساعة هانج كان رايح ينزل جرة المية وبين الروحه للبلورة بس في اللحظة اللي بيخرج فيها من جسم ليه وبيدخل البلورة يوم بيهجمه وبيكسر جرة المية علشان يمنع التنين منه انه يظهر تاني ليهو سانشينج بيحموا باللورة التنين بروحهم ولما كانوا في خطر حقيقي من يون المعالم الاكبر بيظهر وبيتقتل معاه ويوم بيظهر على حقيقته ان وحش الظلام وكان عاوز يتلل التنين لان الوحيد اللي يقدر يتله وبتوم معركة كبيرة بين المعلم وبينيون كان وقتها ليه يعرف من يانج ان الحل الوحيد دلوقت انه يبلع البلورة ويمتلك قوة التنين وسحله بس ينسى كل الذكريات وماضيه ويكون شخص تاني ساعدها ليه من غير تفكير بيختار ان ينقذ الكل وولما بيبلع البلورة بيغمى عليه وبنتيه للبعد اللي فيه روح التنين الابيض الأسطوري اللي بيتدمك في جسمه بعدها بيفقليه ومتغير ويقول لبسه بقى أبيض وبيهاجم يوم بكل سبات وقوة القوة اللي بيفجرها في يوم بتقتله في لحظة وبكده يكون انقذ العلم من الشر والظلام بعدها بيرجع بيته وبعد ما بقى إنسان جديد وبيطلع ان هو المعلم التنين الأسطوري وبعد ما كان نفسه يكون معلم وعالم كبير بينتهي بيه الحال بيمتلك أكبر قوة في العالم هو الحارس الحقيقي ضد الظلام أما سانشينج فبتكمل حياتها وبتعيش كصيادة وحوش بس ما كانتش سعيدة لأنها خسرت لي مهيب نتعلم ان القدر بيكونش إلينا الأفضل دايما وليه كان مجرد تلميس بسيط وفقير لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو وما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بكل جديد بنعمله